استشراء للفساد وفوضى أمنية هو سمة العراق بعد عشرين عاماً على الغزو الأمريكي بحسب صحيفة نيويورك تايمز التي أكدت أن البلاد تعيش منذ عقدين أوضاعاً اقتصادية وسياسية وأمنية صعبة الصحيفة بيّنت أن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للعراقين حالياً هو الفساد الذي اتجذر بسبب نظام المحاصصات الطائفي للسلطة موضحة أن العديد من العراقيين يتهمون الميليشيات المسلحة وإيران بتقويض سيادة العراق بسبب ارتباط العديد من تلك الميليشيات بأحزاب سياسية وهو ما يفسر ترحيب إيران بغزو العراق بحسب زعيم الحزب الديمقراطي الكردوساني مسعود البرزاني التقيت مع راف سنجاني كان رئيس الجمهورية التقيت مع قاسم سليماني أيضاً هو كان حديث فيه والله ما حديث بس ما كان بارز مثل الفترة بالأخير الملف كان عنده بيت قاسم سليماني راف سنجاني قال نحن لا نستطيع أن نؤيد ذلك علناً لكن سقاط صدام بالنسبة لنا شيء كبير يعني نصر كبير وشجع القوى والفصائل القريبة عليهم نيويورك تايمز وصفت الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال بأنها عبارة عن مجموعة متنافسين يعملون على تقاسم الغنائم الحكومية وهما يعطي فكرة عن صعوبة إدارة الدولة على هذا الأساس الصحيفة كشفت أن الكثير من العراقيين يرون مستقبل بلادهم السياسي والأمني والاقتصادي قاتماً اليوم بسبب إهدار المداخل الهائلة للثروة النفطية في مشاريع وهمية وأخرى متلكئة فيما تؤكد وزارة التخطيط الحالية أن ربع العراقيين يعيشون تحت خط الفقر الصحيفة الأمريكية اختتمت تقريرها بالقول أن العراق بات أرضاً خصبة لأنشطة قوى إقليمية وأجنبية مؤكدة أن إيران أكثر من استغل فراغ السلطة بعد عام 2003 عبر أدواتها في العراق من كتل وأحزاب وميليشيات لتتجدد بذلك ذكرى الغزو بأزمات باتت مزمنة يدفع ثمنها المواطن العراقي كل يوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر